بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين حيا الله مشاهدين الكرام و تابعي برنامج قواعد القرآن الكريم يبقى التأمل و التفكر في هذه السورة العظيمة سورة يوسف هو المدار و الفلك الذي ندور فيه في هذه الأيام و في هذه الحلقة بالذات بإذن الله سنأخذ مقاما جميلا مقام الإحسان الذي وصف فيه نبي الله يوسف و كيف كان متمسكا بالإحسان لم تغيره الحوادث و الأحداث و لا المناصب و لا الترقيات أبدا بل إنه كان كما وصفه الله محسنا في بدايته و محسنا في سجنه و محسنا في عفته و محسنا في رحيله عند الله سبحانه و تعالى معانا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور فالح محمد العجمي المستشار في القيادة اليوسفية فكونوا معنا حياكم الله متابعين الكرام و نسعد و نزه و نفخر أن يكون معانا فضيلة الدكتور فالح محمد العدمي حياك الله دكتور الله يحييك السم يا أهلا و مرحبا كل الشعب من شعوب العالم لا منظومة قيمية خاصة فيه و من خلال تأملنا و تفكرنا في سورة يوسف أنه عليه السلام قد بنى منظومة قيمية عظيمة يعني من أمته ميت عليه السلام و إلى الآن العالم يدرس هذه السورة و يدرس هذه القيم و كيف أن هذا الرجل عليه السلام قد تمسك بها تمسكا عظيما حتى صار نبراسا في الاعتزاز الآن تجاوز مرحلة التمسك إلى لا و الله أفتخر بهذه القيم أين نحن من قيم سورة يوسف من اليوم الإنسان دائما يحتاج يعزز و يغرس هذه القيم في نفسه من خلال القدوات و أعظم القدوات في حياتنا هم في القرآن الكريم و دائما الله عز وجل يشير إلى هذه القدوات أعظم تعزيز للقييم من خلال القدوة القدوة هذا ماذا يحمل يعني لو ضربنا مثال أن شبابنا أو أبنائنا يحبون أي مشهور في هذه الحياة سواء كان لاعبا أو كان غيره من الفائل فينظر إلى قيم ذاك اللاعب و يمتثلها في حياتنا و يعيشها لأنها يعجب بهذه الشخصية لذلك الله عز وجل حطم كل القدوات السيئة في القرآن و أبرز القدوات المصلحة الجيدة و جعلنا نعرف ماذا يحملهم من قيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تفكرنا أنه لم يخبرنا عن أسماء المنافقين ولكن أخبرنا عن قيمه حتى نتحشع ما الفائدة أنه لو تعرفت على أسماءهم و لا أعرف ماذا يفعلون من قيم إذا عهد غدر إذا حدث كذا بدأت من أخان عند منظومة إذا خاص مفجر كلها قيم المنافقين لذلك جميل أو جيد أن نحاول نبحث عن القيم القرآنية التي دلنا الله عليها في قصة يوسف كانت قيم عظيمة كثيرة لو نشير مثلا إلى الإحسان من الذي امتدح يوسف بإحسانه في القرآن؟ أولا الله عز وجل الله قال في الآية من المحسنين نعم ثم السجن في السجن الفتيان قالوا إن نراك من المحسنين ثم برأة العزيز في آخر الاعتراف ببراءة يوسف كانوا من المحسنين أخوة يوسف كذلك باعترافهم إن نراك من المحسنين تصدق علينا أن نراك من المحسنين كل هؤلاء اتفقوا على أنهم من المحسنين أنهم محسن بأخلاقها العالية جدا كذلك من أعظم القيمة التي كانت موجودة قيمتين بارزة لو تطرقنا البعض في العلاقات الماضية هو العفة العفة من كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى العفة من كل شيء قص من مرؤة الإنسان العفة من كل شيء لا يفترض أن يكون الإنسان يعني يجد نفسه فيه أو في هذا المكان الذي يتواجد فيه هذه من ناحية العفة أما القيمة التي جمع الله عز وجل عليها كذلك الأنبياء واشتهر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الصدق عندما قال ذاك الفتى الذي نجى على طول وصف يوسف عندما قال يوسف أيها الصديق لماذا قال هذا الإنسان هذه الصفة بالذات في يوسف صديق ومسجون لأنها عاشها ومو بس عاشها مع يوسف في هذا شاف الممارسات الصدق لا يكفي تقول أنا صادق أفعالك قد تتكلم عنك أفعالك فمارسوا الصدق في حياة يوسف لذلك قال يوسف أيها الصديق أعلم أنك صديق في قولك وفعلك أنا عشت هذا الأمر معاك رأي العين عشت هذا الشيء مارسته معاك يوسف يصل أفتنا في سبع بقرات لذلك أعلم أن يوسف يحمل هذه القيمة وهذه من القيمة العظيمة في حياة يوسف تبارك الرحمن فاصل ونواصل هذه الحلقات الجميلة فكونوا معنا حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام فعلا دكتور وانت قاعد تتكلم بساعة أنا قاعد يمر أمامي كذي شريط الإحسان يشهد لأبوه أن الله سبحانه وتعالى أنه من المحسنين يشهد لألمساجين أنه من المحسن أمرأة العزيز مع سفالة ما كانت تدعو إليه أنت من المحسنين وأخوانه وظالمينه ومحسنين كيف يحافظ الإنسان على الإحسان مع تغير مكانته في الحياة أنا اليوم ترى موظف عادي باشر أنا مدير باشر أنا وكيل باشر أنا وزير لا يمكن أضل على نفس هالقيم إلا أن يكون هناك سر يجعلني أستمر بمثل هذا التميز والعدو والصديق والقريب والبعيد يشهد لك أنك أنت ثابت على هذه المنظومة القيامية وعلى رأسها أن نراك من المحسنين ممتاز إذا كان الهدف واحد فلا تتغير شخصية الإنسان مهما تغيرت المراحل الحياة أو تغيرت الأشخاص أو تغير الأشخاص وهو الهدف إرضاء الله عز وجل وأريد أفعل ما يريده الله لا ما أريده أنا أنا لا أريد أن أنتقب النفس محببا للانتقاب حظوظ النفس عنده معناته نازلة يا سلام ومقام رب العالمين مرتفع فلذلك أنا لا أنظر إلى نفسي لا أنتقب إلى نفسي أو حظوظ النفس فكان المستوى واحد واحد لذلك هو في الأخير ماذا قال يوسف إنه من يتقي ويصبر يتقي من الله ويصبر على ماذا عن المعاصي ويصبر على طاعة الله ويصبر على أقدار الله كل هذه أنواع الثلاثة في الصبر واجهة يوسف صبره على أقدار الله وصبره على طاعة الله وصبره عن معصية الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ختم هذه التقوى أيضا بالإحسان بالإحسان سبحان الله لازمه الإحسان من مبتدئي إلى منتهى إلى منتهى لذلك حتى يوسف قال عن نفسه أنه منه محسن الله أكبر بشهادة رب العالمين وهذا من الأمور العظيمة في حياة الإنسان تريد أن تكون على طريق واحد فليكون الله عز وجل هو محور حياتك مهو بحظوظك النفسية وإن كان الإنسان يزل ويخطأ ارجع إلى الله عز وجل وفليكون الله عز وجل هو المقام الأهل الله أكبر سبحان الله في آخر هذه السورة خلاص انتهى كل شيء ويوسف بدأ يطلب في المراقي العلى توفني مسلما وألحقني بالصالحين متى يصل الإنسان في نهاية تحقيق أهدافه ونهاية مرحلة القيادية أنه يطلب ما عند الله عز وجل في نهاية طيبة مباركة هو إذا حقق كل الأهداف السماوية إذا حقق الأهداف السماوية لو تريدها أنا ما أعدا يريد من هذه الدنيا شيء في البداية من البداية لو كانت أهداف يوسف متحققة لا أرضية سفلية لما كانت كانت سماوية يريد أن تعلو كلمة الله يريد أن تعلو القيم التي أمر الله بها يريد أن تعلو الأخلاق التي أمر الله بها من البدايات وإلا كان يستطيع أن يحظو بما عرضت عليه مرأة العزيز وتأتيه الدنيا كنها تحتيدة تحتيدة لكنه علم أن محركات هذه الحياة محرك هذا الكون وهذا الرزق وهذه المقامات في الدنيا هو الله إذن فالأذهب إلى الله الله أكبر ما أذهب إلى البشر غياب هذه الأفكار عن عقول البعض هو الذي يؤدي إلى الغماس في هذه الحياة الدنيا فنحن يمكن أن نحتاج إلى منظومة تحيي في قلوبنا دائما أن هناك مدير لهذا الكون وهو الله عز وجل يديره كيف إن شاء الله صحيح يوسف عليه السلام مع حصوله على القيم الربانية السماوية والأخلاق التي عاشها في الحياة لم يمتنع بأن تكون ملك مصر كلها تحت أقدامه لا يعني أنك إذا تعلقت بالله أنك ستكون بعدوم وفقير لذلك قال العلماء ثلثي الصحابة صحابة النسلم كانوا من التجار والمستثمرين ولم يعلمها كثير من الناس لذلك لا يعني أنك تكون مع الله عز وجل أنا يريدك أن تكون فقيرا لا هذا المفهوم عند الناس يجب أن يصحح مفهوم يبيل حلقة لا هذا المفهوم إذا كان الله خير ختاما يحضرني قول ابن الجوزي عندما كان يقول أخفي عن الناس ثلاثا مذهبك وذهبك وذهبك فإن أعين الناس تصيب وبعضها يخيب فلذلك يوسف عليه السلام أمره أبوه أن يخفي هذه الرؤية حتى لا يصاب بالحسد من إخواني لأن الشيطان يكيد ويزيغ الناس لما سيجلب الهلكة ليوسف فلذلك إخفاء أهدافك عن بعض الناس سيكون لك فلاح ونجاح كما بيّن قبل قليل الدكتور فالح العجمي زهر الله خير شوفكم في حلقات قادمة وإلى اللقاء شكرا